في طريق عودته من مدينة ماو حاضرة تقليم كان متوقف وفد الحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة وادي بيسام بالوقوف على بعض الإنجازات التي حققت بالمنطقة مونة سكاية والمزيد بعد أن قامت البئثة بالنزول ميدانيا بسوق مدينة ماو لتقييم هجم الخصائر والوقوف مع الضهاية الذين تضرروا جراء الحريقة الذي شبه في وقت سابق بسوق مدينة ماو هذا ونشير بأن البئثة كانت بقيادة الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذة وتوجهوا صوب مقر السلطان لإقليم كانم أليف موتى ألي زرزرتي حيث رهب السلطان بهذه الزيارة وأثناء على الوفد الذي يتكون من الفاعلين الاقتصاديين بهدف تقديم يد الأونى للمتضررين من أخوانهم التجارة كما وجه العدو التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذة أبكر محمد طاهر رسالة إلى التجار بأخذ الحيط والحزر بأن لا يقع مثل ما حدث مؤخرا كما تابعت البئثة جولاتها حيث زار الوفد المقر الرئيسي للحركة الوطنية للإنقاذة بمحافظة مندو والذي قام ببنائه صالح أبكر أحد الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة وقد لقي هذه المبادرة ترهيبا من جهة الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذة يذكر أن البئثة وقفت في طريق عودتها بالمستشفى مدينة أريورو والذي قام ببنائه أحد أبناء المنطقة وعدوا في مجموء الفاعلين الاقتصاديين وطلب الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذة مهمز بدأ من جميع رجال العمالة أن يحزوا حزوى أخيهم لصالح أبناء المنطقة